على أسلامتكم مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم صحة فطاركم وصحة شريبتكم مرحبوا بكم في برنامج زابينغ رمضان اللي عاودكم يجيب بعد الفطار كل يوم طيلة الشهر رمضان زميلتي دانيا صحة فطارك صحة فطارك بيلال صحة فطاركم مشاهدين وينما كنتوا عبر مختلف ربوع الوطن ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج زابينغ رمضان بيلال اليوم عدد جيد مميز عدد مميز نخليك انتهي تعرف المشاهدين أكيد مشاهدين عدد اليوم رح يكون مميز لأن ضيوفنا رح يكونوا من مختلف الجنسيات بدو إطالة نرحوا نتعرفوا اليوم معنا نستعد باستضافة الكر تركي مقيم بالجزائر صحة فطارك محبابي مرحبا تركي يوم سلام عليكم كل عم طب الخير يا رب شكرا ربي يخليك شكرا أيضا مشاهدين الكرام البلد الشقيق والأخوة اللي عندنا معهم هو فلسطين نازك مقيم بالجزائر مرحبا بك تسلام يا رب رمضان كريم عليكم وعلى كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنا كثير بيتشرف وجودي معكم اليوم شكرا لك نازك وشرفنا أكيد كذلك بحضور حيدر من لبنان مقيم بالجزائر مرحبا بك مرحبا بكم أهلا وسهلا شكرا خير بنعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب شكرا نربي يخليك مرحبا بك شكرا لك شناز على هذا الفالزين اللي عاوتينا وتمتعينا في كل مرة بقالة جديدة نروح نسقسي ونازك نازك تعافي البقالات آه بالجزائرية بعرفها طبعا لكن انتو ما في فلسطين ما عندكمش بقالات لا احنا مفيش عقد فوزير على ما أظن عندكم الفوزير هي مثل الغاز يعني كلمة فزورة هي مثل اللغة باللغة العربية احنا يمكن اللي بيشبهها ايويها احنا بنعملها اكثر اشي في الأعراس آه يمكن فيها شبه بس آه قريب شوي في الأعراس في أعراسنا كثير بنحكي يوم الحنة شكرا لك حيدر الكر البقالات هي مجموعة من الحكم يعني مستمدة من الطراط الجزائري نعطوها هكافر في رمضان في المناسبات يعني وشعائر الدينية يعني هكذا كيف كيف شعر يعني شعر هكذا شعر وحكم حكم مستمدة من الطراط الجزائري اكيد راح نتعرف انتم ما تعرفتوا على البقالات انه هي من الطراط الجزائري نسق سيكم اولا كيفش مع رمضان الكر كيفش والله رمضان بجزائر حلوة تقاليتنا تقاليتكم كيف كيف بس بينتنا في خبص هذا نحنا بياكل خبص من فرن بالصمصم عندك في خبص في الدار نحنا بالطيب وانا من جوز يعني من جزائر فماشا الله طبق طبعا يعني بالفقار مطلع بضروة نحنا بيشتري خبص من براء هلوية طبعنا نحنا قطايف ضروري عندكم مثلا قلب اللوظ اللابيا عندنا بقلا وقطايف وانت اندمجت مع تقاليد الجزائرية في رمضان لازم احكي لي حيدر ربما انت من لبنان نعم ونحنا نعرفوا انه تقاليد اللبنانية تختلف شوية عند التقاليد الجزائرية وبما انك شاف ما شاء الله عليك حكي لي يعني عالصفرة على الطابلة هذيك كيف شوووش الامتزاج هذيك بين التقافتين صح نحنا أولا شي كل عام بخير وان شاء الله رمضان كريم نعاد عليكم يا رب وعالجميع بخير اهم شي نحن عندنا الفتوش والتابولة هذول على برمضان اهم شي هذول وعصير اسمه عصير الجليل يعني شو هو الفتوش الفتوش هو عبارة عن مجموعة من الخضار اهم هال الخيار طماطم خس وبقلة لازم في حاجة اسمها بقلة وزعتر أخضر وفجل وبعدين خبز محمص وعليه دبس الرمان من فون ورمان حب الرمان وزي زيتون وعصير حامض او خل التفاح الطبيعي هيدا الفتوش الفتوش خضار اسمه هيدا ضروري ببداية الفطار نوحو القلكر مرابا بوشكر دانيس تشك بالله انا فزوش كلامات بركة تركية قلتهم لك جميل قل لي بركة انتم في تركيا رمضان كان عنده طابع خاص لكن في زمن الكورونا اختلف قليلا كيف شاركوا جوزو هذا حالا في تركيا بفوتو كيف كيف بس ما مفتوح زي العادة كوشيات ما مفتوح محلات بالزار كل الناس شوفوا بالبيت مثلا بيتبخوا مثلا عندنا لازم هشف ضروري هذا هشف فواكي ناشف نحنا بغلوه هذا بالماكلة لازم تاكل خاطر فيها فايدة فيها فايدة يعني اكيد اكيد تامر كيف كيف طبعكم تامر ايوه ما في فرق بزاف يعني بيننا بس صلاطة لازم دوري صلاطة ما شاء الله نروحوا عد نازك نازك كيف شمع رمضان ما شك جوز يا رمضان هنا في الجزائر انا بتعود على رمضان في الجزائر اجواء كثير منيحة يمكن زي ما حكوا احنا الدول العربية كلها ثقافاتنا وعاداتنا متقاربة كثير رمضان بالاول هو شهر للصبر شهر لسلات الرحم بنذكر بعضنا بنزور بعضنا رمضان احكي لكم شوي على رمضان فلسطين انا دايما بحكيها رمضان احنا عدنا غير احنا رمضان جوات الاراضي المحتلة احنا دايما نذكر الموجودين في سجون الاحتلال اللي بقاوموا كيف عائلاتهم كيف رمضان كل الاسرة بتتلم على الفطور بس اللي عندها اسير ولي عندها واحد بالسجن اكيد اكيد احنا رمضان عدنا خير عينك دمعت معلش ربي فك ان شاء الله يرطع لكم هذا البلال نروح مشاهدنا رح يكون هذا هو موضوعنا لنهار اليوم رمضان الجلية الجزائرية في الخارج في الخارج اكيد بين نفحات الحنين والتعايش مع ثقافة الاخر بلال زميلتي ايضان يا كنا شفنا هذا التقارير لكن كنا شفوا التقارير كانت معنا نازك كان عينيها كانوا يدمعوا شو سبب هذا الدمع لا بس انا شوف احنا فلسطين احنا شعب شعب يعاني كثير احنا شعب احتلال فاكيد لما بيكون في عدنا هيك اجواء احتفالية ورمضان كل الناس كل الناس بتلاقيها فيها حسرة لانه احنا معاناتنا جوات الاراضي المحتلة واحنا اللي في المهجر اللي بدرش يروح على وطننا بنذكر شغلات يعني فيها معانات فدائما لازم ايونا الدم على فلسطين الحنين لكل شيء خصوصا مثل انا بابا يعني سالوا زمان هون في الجزائر وبدرش يروح على وطن فسع الحنين ان شاء الله لكن قضيتكم هي قضيتنا ما فيهاش حياد وما فيهاش يعني مجملات الشعب الجزائري يعني يمكن احنا مع كل شعب العربية اخوة بس الشعب الجزائري عزوتنا الشعب الجزائري هو اللي حامل قضيتنا الشعب الجزائري هو اللي دايما بحس اللي هو يسندنا الشعب الجزائري اللي دايما وينما بنروح وبنمشي بنشوف اعلامنا مرسومة على جدرانه الشعب الجزائري اللي دايما وينما بنروح وينما بيطلع بيحمل اعلامنا فلسطينية طبعا فأنتو اخوتنا اكثر من اخوة كمان حلا انا ما نقولش الشعب الجزائري نقول انا شعب الفلسطيني هاي هي ولما بيعملوا روبرتاج بيحكوا لهم على العدد الولايات وما فيش حب وما فيش تلاحم وما فيش دعم لقضيتنا مثل الشعب الجزائري ويمكن حتى الحكومة الجزائرية حتى الرئيس تبون اول مكان حكى يعني اول مطلع حكى انه هو دايما رح يظل مع فلسطين مسند القضية الفلسطينية اكيد احنا يعني طفل من يزيد من يزيد يعلموا له انه مع الفلسطين ظالمة او مظلومة بيرضحها انا بحكي لهم زي الببرونا بيرضحها انه مع فلسطين ظالمة او مطلوبة زي الحرام والحلال انه فلسطين انه فلسطين هي بلدك واحنا انا بابا لما اجي على فلسطين بحكي لهم شو حكى لهم يعني بيحكي مع الناس شو يحكي لكم اذهبوا الى الحبشة فان فيها ملك الله يظلم بابا بيحكي لهم اذهبوا الى الجزائر فان فيها شعب ثائر شعب بيحبنا ماشاء الله رمضان الجالية الاسلامية في الجزائر الكر من تركيا الكر كيفش هكي جوز رمضان في الجزائر هل تلقيت صعوبات من قبل الجزائريين هنا في الجزائر لا ما فيه صعوبات ارتح دولة برمضان بالجزائر انا عشت بسعودية وبليبيا بالدول عرب يعني ارتح يعني قريب علينا جزائر حنا نعرفوا انه لبنان سوريا فلسطين كامل يعني يتكلموا عربين يتفهموا على بعضنا لكن فيلال الكر يعني يتكلم يفهم جزائرية ويتعلموا ابوخنا ما عندوش بزاف هنا بالجزائر عندو ثلاث سنوات بالجزائر بس قبل انا كنت بالسعودية كنت بالسعودية لكن يعني تفهم الدرجة تفهم لاني لما يتكلم معك مواطن جزائري بالدرجة تفهم اكيد جميل لس مرات بيكلم فرنسا ما يفهمش فرنسي فرنسي ما تفهمش لا كان كلمات تفهمهم طبعا كان كلمات لانه الدرجة الجزائرية فيها الفرنسي شوية كلمات من الفرنسية ذات الرقم طبعكم رقمات كله فرنسي هذا فيه بروبلم كبير عندي اه الرقم مرات لازم بيسهد كم عدا كنزمين كلم عربي كم عنا بكلمة باللغة عربية كي يقولك 15000 تفهم طبعا لكن 15000 تفهمش ماشي 150 دينار اه 150 دينار حيدر كيف رمضانك هنا في الجزائر انا صراحة مرتاح يعني هون وحبيت وجودي هون انه انا عم بعطيهم من الافكار اللي عندي بالمكلة وتعلمت منهم بعض الاشياء يعني بس ولكن بشكل عام رمضان حلو هون هادي حكينا مقبل يعني على الاكل تعكم شوية احكيلي على الثقافة والتقاليد هنا في الجزائر ايقامتك هل عندك ونت هنا في الجزائر انا عندي سبع سنوات هون ومتزوج من جزائر الحمد لله وعندي طفل صغير اللي ما شاء الله الحمد لله الحمد لله امير الله يخلل حيدر هل رمضان في لبنان مختلف على الجزائر طبعا طبعا مختلف يعني اول شيء نحن زي ما تفضلت المدام انه في هذا لسرة الرحم والتصالح والتسامح هذا بالشهر بيكون واحد مزعل مع خيه مع جاره مع عمه هيدا شهر انه يتسامح يعني يتصالح مع بعض هن هيدا اول شيء تاني شيء نحن عنا بعض الفطار يعني الفطار لازم نكون عنا صفرة متنوعة زي ما تفضلت بالأبيدي انه الفتوش تابولة بابغنوج ننتبل حمص وعننا المناقيش نحن نعمل المناقيش كنا نعملها بالفطار على الفطار المناقيش عبارة عن مناقيش زعتر مناقيش جبنة مناقيش حار مناقيش لحمة هيدا كلها مثل البيتزا يعني اطريت البيتزا معجنات ولكن فعلاها زعتر زيت وزعتر او جبنة مختلف السهرة رمضانية برمضان السهرة بعد مننا بتصير في القرى والضياء نحن نسميها في البيت عند حضن من الكبار العائلة يعني كبير العائلة يبغوح في يدو وبتسير وإنما ببيروت يعني صار في عنا هالشي اسمه خيمة رمضان فبعض الفطار كله بيروح على خيمة رمضان أرقيلة وسهرة ونكت وحكاية وقصص من التراث القديم وهيك هيدا الأجواء يعني حاليا ولكن حاليا بكورونا الله يسترنا يا رب الوضع شوي مكركب مكركب عنا وعنكم يعني ولكن الحمد لله لحد الأمور ميش الحال الحمد لله نازك حكينا على الاختلاف بين الثقافة فلسطينية والجزائرية شوفي يمكن هي واحد هي نفس التحضيرات احنا بحكي كربات بيوت بنحضر يعني الشغلات من قبل بنعمل كباب بنحضر شغلات لمائدتنا في الفطور فلسطين يمكن فيها زينة للأحياء احنا بنشتري فوانيس فلسطين يجب أن نفس رمضان بيكون من قبل بنزين أحياءنا في كمان الولاد الصغار يتلاقيهم أدين أدين يا خطيب الشمس يتغيب يعني دائما يتلاقيهم بره في كمان المسحرات المسحرات هو وقع حتى الموجود يعني يخرج بيطلع بره حتى موجود الحضر الله بلبنين و بسوريا موجودة كل بلاد الشام حتى بسوريا أكتر شي ببلاد الشام و بلبنين و بلبنين تركيا موجود طابل هذا طابل بيضلوا برا يحكي يالله يا صايم وحدد دايم يجا رسولك أم لصحورك مشان الناس يعرف أنه قرب وقت الوقت الصحور جميل روح وليك الكر بصراحة تفضل الجوز يعني رمضان في تركيا وفي الجزائر أيوة يعني كيف بفوض يعني 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 تفضل الجزائر ولا سوريا في رمضان جزائر ولا تركيا عفوا طبعا تركيا بس جزائر كمان بلد تانية كيف كيف تقالتنا مثلا أنا شو بدي بيطبخ بالداري مثلا تقاليدنا تركيا بيطبخ بالجزائر نحن ما عندناش فرق بالزر يعني شو طبق المشهور في تركيا فرمضان طبق مشهور نحن طبق يعني بياكل زيادة زيادة كفتة كفتة لازم كفتة بالصوص هيدر نحن الفتوش الفتوش هيدر أساسي لا هذا طلطة صارت هو أساسي بس فتوش أساسي بالمكلة طبق ممكن سمك حرة ممكن ورق عنب ممكن ملوخية لكن السمك ماشي يعني مش يعني طبق أساسي طبق أساسي لكن ماشي قدروا يأكلوها طبق رئيسي ويؤكل في رمضان يؤكل عندنا الكفتات متنوعة عندنا المحاشي متنوعة نحن في عندنا الصيادية برضو صيادية سمك في عندنا ورق العنب محشي في عندنا الملوخية في عندنا البامية في عندنا أشي كتيرة كان الكباب ما تنسى عن الكبة وخاصة الكبة النية ما بتكلوها أنتو هون يعني لحم دون طبق ما يطلب شو ما يأثرش عليكم ما يأثر ني يعمل بطريقة معينة يضطوا نحط للتوابل ومع البرغل في حاجة اسمه برغل نعمل مع البرغل ويؤكل مع زيت الزيتون. هذا أساسي في رمضان على فكرة كل عائلة. كل عائلة في رمضان يجب أن تسلعها. بنين. 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 بنين وحر. نحن بالنسبة لأننا بنين بس أنتم مش عارف يعني هون ما حدا تقبلوا. أنا عملته صراحة ما كانش لي تقبلوا يعني. إنما نحنى عنه يعني هيدا الطبقة متل الكسكس عنكم. الكبنية متل الكسكس هل حيدر إلكر ونازك ما زالهم محافظين يعني على التقاليد الضحم هنا في الجزائر؟ طبعا إلى حد ما إلى حد ما يعني حسب ما تلاقي أنت الطرف الآخر الجو طبعك إذا كان موجود فدائما نحن بلكن نحن بنعمل جو ما كنا يعني. جميل أنت متزوجين بجزائريات نازك متزوجة بجزائري مليح يعني هذا الثقافة اختلاف. حد الأولاد يعني كبروا على ثقافات مختلفة مليحكونا على هذا الامتزاج الثقافتين؟ حلو حلو هذا الشي يعني أنا برأيي شي ممتاز جدا شي حلو كتير أنه أنا حتى بيسألون ليش ما بتحكي جزائري يعني صار لك سبع سنين أنا بيقول لهم أنه حتى يصير في تبادل للثقافات يعني أنا أفهم لغتك وأنت بتفهم لغتي يعني حتى تعرف اللغة اللبنانية اللغة الشامية اللغة المصرية اللغة الفلسطينية اللغة التركية ليازم واحد يحكي بلغته ولكن يفهم لغة الآخر. أكيد أنا وبيلال يعني تعمدنا نحكي بجزائري باش نبينوا للناس أنه للمشاهدين أنه أنتم تفهموا علينا وهذا هو الهدف. صح. هذا هو الهدف. أحسن ميتاكي قلت له إذا بنين قالي بنين. يعني تفهم كلمات. أفك شنو بنين. طبعا أنا بفهم كل الكلمات ولكن ما فيني أو ما بدي أنا أنطقها يعني أنا خليني منحفظ على لغتي. جميل. بس سيدي بما أنك عبت تفهم علي. هيدا المهم أنه كم الطرف الآخر عبي يفهم علي؟ هيدا المهم. هيدا المهم. هيدا المهم. هيدا يفهم علينا؟ أكيد. يفهم أكيد لكن لما تحكي شوية تركيا ربما في السنوات الأخيرة يبدوا يجوا التراكة لنا يبدوا نفهم اللغة تركية والأفلام ربما الدرامة هي روجت اللغتاكم اللغتاكم نحن نازك أنه نشوف تبادل تقافات لما نشوف نازك مزوجة بجزائري حيدر مزوج بجزائري هنا رح يكون بدأ تبادل تقافات وحتى البلال فلسطينية تركي لبناني حب ذا لو تكون هكا يكونوا العرب في مبيناتهم شوفتكم في الكواليس كيف الانسجام كيف هذا الجو اللي تعملوه نازك بكل صراحة أنت فلسطينية ورجلك جزائري شكولي يتغاك تر شكول تقافاتي ولي تتغاك تر لا 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 أحكي لك أنت طبعنا لازل نقول أهنا لحظة تعرف جوزي تعرف جوزي من تقافة بتتغاك تقافته أنا بيتي أنا بيحكي لهم أنا فلسطينية بس أنا جوزي جزائري يعني بيتي جزائري بيتي جزائري بس فيه نكهات فلسطينية يعني زلمي بيظلوا زلمي بعدين زي أنا ماما مع فلسطيني ففلسطيني بيظلوا فلسطيني هاي هي أنا بيتي عادي يعني بالنسبة للأكل زي ما تفضلت أحنا أكلنا كثير في فلسطين أحنا أهم إشي المقلوبة أنا بحكي على الضفة يعني أحنا الغزة ويمكن مناطق مختلفة إحنا المقلوبة بنعملها كثير في المحاشب بكل أنواحها يمكن أنا الصفرتي دايما بتكون متنوعة بس أنا يعني جوزي هو الإنسان زي ما حكيته على الكب النية هو الإنسان على حسب التعود طبعا هم متعودين على الكوسكوس فهم دايما يعني طعم الكوسكوس مفيش بعده إحنا متعودين على الرز تبعنا على الإدراء الخليلي على الرز على الصيادية هاي كل شغلات في عندنا فهي قضية التعود أنا جوزي يمكن في رمضان بعمل له شغلات فلسطينية بس أساسه لازم شرب أفريق الجزائرية غيرنا إحنا ما ببقوهاش هل طبق أساسي شرب أفريق أه والحريرة أنا 30 يوم لازم يشوف شرب أفريق بيحبها لما بعمل تغيير بعمل شرب أفريق الجزائرية شربة خضار تبعنا بيأكلها شربة خضار يعني فيها تشابه مع شربة الجزائرية بس بيحب كثير نكهة اللي هو تربع عليها اللي هو يتعود عليها أنا يعني أنا باكل الأكل الجزائري والأكل الفلسطيني فبعمل له لبدا هوية آه آه نازك نازك يعني زوجك من أي ولاية من الجزائر أنا من ولاية هو من عائلة بخوش هو من ولاية باتنة وأنا من عائلة ياسين من فلسطين الله يبارك شاوي 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 أبن أمان جدنا الله يبارك الله يبارك الكرة مقبل كي طرحت لك السؤال نازك قال لك لا لا قولي بلي تانا التقافة تانا طغات أكيد خاطر التقافات جزعمال جزائرية تقبل لك التقافات بتاعك تطغات باتنا عندنا حرب ديما حرب باتنا عندنا ديما غالبين طبعا أغلي جاب أوامون على النساء بدنا قد نبدو بدو بدو حاولنا نبدو الكاينو هذه النقطة أنا أنا سيرجغوا كاين فيها مشكل نازي الكر الكر عفوا انت مزوج بالجزائرية وانت طباخ ما كاش مشكل في الطبخ في المنزل منافسة ديما فيها بقول ما فيها ملح أنا بقول لا بهرد ما عطيتي اكي عندنا حاجات حلوة يعني بصير بالدار صحيح مرة هي تطبخ مرة أنا بيطبخ يعني ما عندنا شكو ربنا طبعا عن رجال بدو يعني وشن هو الطبق الجزائرين اللي عجبك انت في الجزائر اشتتح لحم مليحة ويا ربي ساشوفي مطوم مطوم كمان حلوة يعني وين يكون اللحمة تكون لحمة لازم أنا صراحة رشتا 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 كتير بحبها وكتير عجبتني يعني هيدا أكتر أكل بكلها جكة جزائرية والشوربه الحريرة والفريق طيبين يعني هلوين ولكن نحن في البيت نص بنص يعني مش حضا غالب آخر يعني يعني متوازين نحن حمد لله ولكن بالمطبخ أنا أنت ما أنا بالمطبخ أنا بل مطبخ أنا بش تخلي بش تخلي بش تخلي نازك يعني وش هو الطبق الجزائري قريب لك أنا بحب طعام الجزائري بأنواعه شوفوا أنا كنا بنحكي في الكواليس البقلة اللي حكيت عليها إنه بتحطوها على فتوش حكيت إنه مفيش في الجزائر هي كثير موجودة في الجزائر بس زي ما كنا بنحكي الجزائر دولة قارة يمكن الجزائريين بيعرفوش الغرب ما بيعرفش أكل الشرق كثير والجنوب البقلة هي موجودة كثير في الجنوب الجزائري اسمها البندرك بيعملوها مع الكوسكوس ولا في أطيب من هيك ولا مرة تدوء طعام بالبقلة كثير كثير زاكي اسمها البندرك كثير بموت عليها بحب الشخشوخة بحب أفترق السول هاي تبع يمكن تعرفوها شئنتو تبع القبائل تبع ناس بجاية فهي الأكلات أنا بموت بموت عليها الحريرة والشوربر أنا باكل كل شي فيه على فكرة أنا شاهيتي دائما نفتوحة تبع ناس بجاية تبع ناس بجاية تبع ناس بجاية لا تبع ناس بجاية تكر بابين قل لي تكر بابين تكر كباب لا تكر بابين تكر كباب دوارة تعرف الدوارة أي والله تاكلها ترنا حالة بدوارنا هنا وزلف شو زلف ما فيها جميل متع يعني الحديث معكم مشاهدين وظيفنا رحوا فاصل ولا نرجعين نعبنا إليكم مشاهدين الكرام نعبدو الرحب بل التحقبين الآن عبر تلفزيون النهار والتحق بنا أيضا مقيمة سوري عادل شحادة مرحبا بك أهلاً فيك وشكراً على الاستضافة الرائعة ورحب كل أخواني في الجالية الفلسطينية واللبنانية والتركية شكراً لك شكراً لك عادل شحادة عادل شحادة عادل شحادة كنت عايش هنا في الجزائر صلي ثمان سنوات تقريباً أهلاً والحمد لله بالعالم حالاً هيلة حالاً هيلة عجباتي الجزائر مرحبا بك حالاً كنا نظرنا مع الضيوف دينا على العادات والتقاليد نعمدو كنا نشوف العادات والتقاليد حالاً أحنا موضوعنا اليوم على الجلية الإسلامية في الجزائر بين نفحات الحنين والتعايش وربما كيف تجوز رمضان هنا في الجزائر؟ أول شي أحكي لك كيف نجوز رمضان ولا كيف العادات عنا؟ أحكي لنا قبل كيف تجوز في رمضان وبدنا نحكي على العادات طيب أنا صالي 8 سنين في الجزائر أخذت العقلية تبعوتكم مثل ما بيقولوا هون رمضان حلو ومميز فيه أجواء رائعة وحتى الأكلات الجزائرية الجيران الجزائريين يعني يسكبوننا أكلات جزائرية فيه أكتر من أكلة دقتهم الحمد لله كتير طيبات الأكل عندكم والحمد لله نجوزوش باب وشن هو الطبق لي أجبك الجزائري اللي تحبه؟ أنا أكتر أكلة جزائرية بحبه ويتديروها في رمضان البورك نمبرو أنا عندي البورك نقدر نقوله مقبلات طبق جزائري تحبه طبق جزائري يعني فيه كتير أكلات فيه طاجين طاجين وحكينا ذوك على التقاليد تاكم بسوريا؟ بسوريا قبل ما يبلش رمضان كي نسمعوا باللي جاينا هات الشهر المبارك العظيم أول شي بتشوفي بزينو الحي تبعنا مثل فلسطين لبنان بزينو الحارة تبعيتنا بتنزلي بتشوف الشوارع مضيئة فيها فوانيز فيها أجواء رائعة بعدين منوصل أول يوم رمضان بتكون الستة الوالدة مطيبتنا هالأكلات الطيبة لأنه عندك في مثل سوري بقولك الشام ومياتة وحمص وفناتة وحلب وأكلاتها هذا مثل سوري معروف صاح قبل ما تلتحق بنا كان قال لنا حيدر من لبنان أنه حلب معروفة بالأكلات معروفة بالطبخ ومعروفة بالأكلات الطيبة والنفس بالأكل طبعاً منيجي أول يوم بتكون الوالدة الكريمة مطيبتنا هيك الأكلات السورية والقعدة السورية بس نفطر عندنا شيء يعني مثل عندكم أنتو هم بالجزائر الشاربات عندنا نحن مشروب مفضل هو السوس والتمر هندي هذا عندنا بشكل رئيسي حتى هم بالجزائر يعني عم نشتريه ببابا حسن يعني هاي عندنا شيء رئيسي عندنا وبعدين طبعاً منصلي صلاة التراويح والصهرة كيفاش تكون؟ الصهرة بعد صلاة التراويح أحلى أول شيء بنصهر مع بعض مع العالي الكريمة مع الحلويات السورية واللمة الحلوة أكيد لمة رمضان يعني بتكون رائعة جداً لعننا مثل في سوريا عنا أول يوم رمضان بابا الله يرحمه كان يجيب كل أخواتي ويجيب العائلة الكريمة بيلمها كلاتها أول يوم رمضان لازم يكونوا عنده ما هو الكبير فكانت أجواء والله لا تنصف أجواء كتير كانت رائعة عادل بصراحة أكتر حد اشتقت لها في سوريا في رمضان أختي أنا صليت تقريباً 8 سنوات ما شفتها عايش مع أمي بس أختي متزوجة في سوريا وما قدرت أجيبها بسبب الأوراق والله اشتقت لها كتير وبوجه لها سلام وتحية شو اسمه أختك؟ اسمه مضيئة مضيئة ما شاء الله عليك قل لي عادل ماذاكم حافظين على التقاليداتكم في سوريا في الجزائر؟ أكيد يعني الأجواء عنا بالبيت أخذنا هيك شغلات صغيرة بس الأجواء تحسيها سوريا 100% أكيد إحنا راح نزيدونا نتعمقوا أكتر معك في الموضوع نوحوليك إلكر الأعمال الرمضانية يعني المسلسلات والأفلام هل يعني تشوف الأعمال الرمضانية الجزائرية ولا لا لا؟ الدراما شوف طبعا جزائرية؟ طبعا جزائرية هل تشوف هذا رمضان؟ أيبا بيشوف طبعا وش؟ فاملية جزائريا بيشوف نحن يعني أي عمل عجبك؟ طبعا بيحكوا سكاتشات الميز مثلا بيحكوا في تياترو هذا حاجات ميلي بيحكوا مثلا طبعا رمضان بيسمع تابع برامج قناة النهار؟ النهار طبعا بيحط بالبيت جميل حيدر؟ أنا صراحة التلفزيون مش كتير بالبيت يعني نحن عنا صهرة خاصة بدون تلفزيون على البلكون هيك على التراس وأرقيلة وجو عائلي يعني بس مش أكتر يعني الجميل زميلتي إضاني أنه أنا في فلسطين سوريا لبنان تركيا يعني الدراما قاع خرجت من عندهم يعني الأفلام الدرامية والمسلسلات كيف تقدروا تحكونا؟ نعطيك أنا على سبيل المثال التركية العمل يعني الرمضانية شفناها الدائما الناجحة وشن هو السبب في رأيك؟ طبعا شو يعني؟ حيدر إحنا في الجزائر يعني بلك ما كنش نعرفه تركيا بزاف لكن بالدراما تعكم بالأفلام تعكم لتعرفنا على دراما تركيا وعجبتنا بزاف ما شاء الله هل وش نشوفه في الأفلام هذك هي التقافة التركية؟ أكيد تركيا كيف 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 بشوفه بتركيا كيف كيف مثلا قبل شوية حاتل اللازك لازم قندلات هذي طبل هذي هاجات لازم ضروري برمضان أفوانيس أفوانيسة أنا أقول قندلات هذي نشوفوا أن التقاليد تتاكم يعني بالمشرق عكس اللي عندنا احنا يا في المغرب العربي تختلف شوية يعني ما شاء الله عليكم لكم اندمشوا مع الثقافة الجزائرية يعني لما تكون بلال لما كانوا يحكيونا من سوريا فلسطين تركيا ولبنان تروح معهم يعني تروح في هذيك النفاحات ديالهم التقاليد تتاحهم يعني تعيشها بمجرد أنه يحكيولك عليها يعني حلوة ما شاء الله عليكم صح لأنه أنا دائما بحكي على فلسطين لأنه أنا بعتبر حالي أنه لازم أحكي على فلسطين أنا ما عايشش فلسطين فلسطين عايش فينا احنا اللاجئين اللي بره فلسطين هي اللي عايشة جواتنا ودائما بنسمع من الكبار على فلسطين فالناس اللي بيتصلي في القدس فباحات المسجد الأقصى احنا لازم نتفكرهم مع يعني رغم كل الصعوب مشان يدخلوا على صلاة التروح بس بيتلاقيهم كأنهم وفود داخلها رغم كل الاحتلال دولة الاحتلال كيف حط حدود يعني بشان ميقدروش يصلوا بس هم يروحوا بيصلوا لراحة الأقصى بيحكي لك أنه في روحانيات بالأقصى كأنك بتحسي حالك مش هي مصر الرسول عليه الصلاة والسلام كأنك هناك يعني بين السماء والأرض القدس صغير يعني صلاة في القدس صغير فأنا بحيي كل المرابطين في الأقصى ومصلين اللي في الأقصى وبحيي كل شعبي الفلسطيني يعني مش تقدر تقولي كلمة للشعب الفلسطيني من هذا المنظر الشعب الفلسطيني هو نبض الأمة العربية هو اللي لساته يعني محافظ على هويتنا على حضارتنا يعني الفلسطينية بلغم أنه اليهود صاروا حتى أخذوا أكلنا حتى المفتول المفتول يعني لما عملوا في إيطاليا مهرجان المفتول عملوه أنه لدولة الاحتلال فإحنا مشان هيك لازم دايما نحكي أنه هذا المفتول فلسطيني المسخم فلسطيني الفلافل صاروا بيحكوا أنه من الأكلات الشعبية لا إلهم يعني أخذوا تراتنا وهذا أصعب أصعب من الاحتلال اللي بيشوفه أنه بيأخذ ثقافتك ثقافي بدي أخذ حتى لبسنا حتى لبسنا صاروا بيجيبوا الكوفي اللي هي رمز نضالنا بيعملوه لبس فإحنا لازم دايما بنحكي لهم أنه لا هذا لبسنا وهذه أكلنا وهذا حضارتنا يعني إحنا صراعنا ثقافيا هلا إحنا اللي في الخارج أنا بأحكي أكثر شي لازم مين ما بنروح لازم لبسنا لازم حكينا لازم أكلنا بنحطه نعرف لكل الناس أنه هاي هي إحنا دايما حتى اللي بره أنا بعتبره أضع في الإيمان إنه إحنا بندافع على قضيتنا يعني بأبسط إشي صحيح وحيرجع لموضوع دراما أنا بشوف تليفزيوني الجزائري يعني لأنه إحنا مع الكورونا فقعدين في البيت أنا يمكن حكيت لك إنه أنا بحيي في فنانة كثير لفتت انتباهي جزائري ماليكة بالباي هي قسمها بحييها كثير على دورها في مسلسل يمة كانت دور راقي مسلسل في القمة هي قدت دورها يعني مع زغر عمرها ومثلت هذا الدور فكانت روعة وكمان في المسلسل اللي دخل أنا بعتبره يعني مسلسل الخاوة الجزء الأول كان أنا بالنسبة ليونان في كل دراما العربية إحنا مش نعرف إنه دراما المصرية بعدين السورية بعدين اللبنانية أنا بعتبر مسلسل الخاوة فاز على الدراماة كلها في رمضان فكان إشي إشي في القمة ودائما بنحكي إنه التلفزيون الجزائري ما ننساش أعمالكم زمان الأعمال اللي كانت زمان ناس من الحسيتي كان في دراما كان في سيناريو كان في إخراج الأفلام اللي كانت على طورة الجزائرية إخواني لا تنسوا الشهداء إحنا حفظنا أغاني من الأفلام اللي كانت فالتلفزيون الجزائري يمكن لم يعرفوا كل الناس أنه في كثير من أفلام الجزائرية أخذت أسكار بس يعني الترويج للأفلام الجزائرية هي لشوي نقص كثير حتى الترويج زمان التدارية الأفلام الجزائرية هو الترويج للثقافة أكيد طبعا وكما قلنا نحن هو ثقافة ناجحة صناعة ناجحة بلال نازك هي من متتبعين الوفني لبرنامجنا صحيح أنا كثير حقيت لك أنا عجبني كيف إدارتكم للحوار أنا أحب أن الإنسان يكون مسيطر المقدم أو المنشط لازمش يطغى على ضيفه يخلي ضيفه يحكي بس يعرف كيف يدير الحوار أنا هاي اللي لفتني فيكم يعني إن شاء الله عليكم شكرا لكم لدي شاهدة نعتزو بيها إن شاء الله عليكم عادل أيضا من متابعي الأعمال الرمضانية الجزائرية في كل مرة نشوفه عبر مواقع تواصل الاجتماعي هو ناشط على مواقع تواصل ناشط عبر تيك توك عنده نسب متابعة الله اللي بأس عليها يعني قلنا وشنهم الأعمال الرمضانية الجزائرية اللي شفتهم وعجبوك سواء في الكوميديا ولا في الدرامة هلا صراحة أنا أول ما جيت على الجزائر بس بعدين أنت أقلمنا أكيد وعرفنا اللغة هلال هاي سنة دكك تحكي خانا مننا هلال بس أحكي جزائري ما بطلع لعك معي أمدا أحكي إن شوية جزائري قبل ما تجاونا أنا نظر جزائري خير منك وش بيك صاحبي نظر لك وراني مالك حمبك مش غير حيدر نازك حضرينها قولينها مش تعافيتها حضرين لا شوفي أنا من خلالكم أنا عشت في حاسي مسعود حاسي مسعود هي ولاية ورقلة حاسي مسعود تحسيها مثل العاصمة فيها 48 ولاية نحن جيراننا فيه من وادسوف خلطي فاطمة فيه تطغيز غنية تسوعد عاصمة بليدة عنابة فهدول جيراننا فتعلمت كل أكلهم حكيهم عاداتهم نحنا كنا لحاسي مسعود نحن عشر قوماً أربعين يوماً أصبحها منهم نازك لما تهدر جزائرية تقول جزائرية أنا بحكي جزائري وأمازيغية حكينا شوية جزائرية عربية وحكينا أمازيغية حنهدر جزائرية لأننا الأول مرة نهدر جزائرية لأنه أنا بعتبر حكي هوي هوي أكيد طبعاً لأنه قلت لكم أنا تربيت في حاسي مسعود حاسي مسعود مع دناش عمات وخالات فكلنا أهل ناس الحاسي مسعود كنا أهل مع بعضنا نروح مع بعض نأكل أكل بعض حاسي مسعود من المناطق التي تعيش فيها تحسي أنت عايش مع عيلة عيلة بكل بكل معنى الكلمة الجيران كيف والأعياد كيف يعني بنبعث نحن بنبعث ليس يوم العيد قبل يوم العيد مشان شو بنحكي لبعضنا مشان كل واحد يشرب أهبته بقاته الجار حاسي مسعود من المناطق اللي روعة يعني في الجيرة ولا ممكن تلاقوها حتى الأمازيغية قتل زمي لتضانيات هذة الأمازيغية ممكن حاجة صغيرة مرحبا بك مرة أخرى مرحبا يا سوناوك مرحبا الجزائرين لانداغي غورنا مرحبا مرحبا مرحبة سيسل القبائل أتربية نكسنا غا تضغط أمازيغ تمليح لخطر الخوالي وأمازيغي تعال ما نغلل حضر على التقبيلي ما شاء الله جميل أنه كامل هي حضر الجزائرية لكن ما زالهم حافظين على اللهجة تاحهم ربما حيضر نقول لك وش رأيك في الناس اللي تحافظ على اللهجة تاحها وعلى اللغة تاحها مارجري يعني تفهم وش هك تحضر معها لكن كيمانتايا قلت لي أنا أفهم جزائري لكن هذه أنا أعتبرها هاوية أنه نتكلم باللغة ديالي واللهجة ديالي بظل اللغة التبعية الأصلية والثقافة التبعية ولكن في بعض الأشخاص أنه تكون سهلة عليهم أن يتعلموا لغة أخرى أنه تتعلموا لهجات ولغة غير عربية فمن السهلة عليهم الخاصة إذا كان شاب صغير هيك حليوة مثل أخونا يعني سهلة عليهم أن يتعلموا ولكن أنا ما استصغيت أنه أحكي بغير لغتي يعني حتى تبقى أنت تقدر تفهميني وتعرفي لغتي اللبنيني شوي وأنا أقدر أفهميك بما أنه عم بفهميك عيدا بنسبة لي أنا أهم شي يعني ما شاء الله الكر وش رأيك في الناس اللي بمجرد أنه تسافر البلد آخر تقولي تهدركي ماهوما حتى لما تقولي يعني البلاد ها تبقى تهدركي ماهوما وش رأيك في هذه النقطة يعني أنا مثلا أنا من حالي سفرت لسعودية كنت بس بعرف سلام عليكم والله علمت لغة بسعودية بعد الحمد لله علمنا بسعودية أنا بضل جزائر ما قدرت علم جزائرية ظليت نفس النوع يعني ما شاء الله عليك يعني ثلاث سنوات راك راك تفهم وش أنا نحكي أربع سنوات بالسعودية وأربع سنوات بالسعودية حاليا نكتحضر يعني شوية سعودية جزائرية تركية خلطوا شوية ما شاء الله عارف شكرا زميلتي الضالية نعود لولوبرك العادل بشي قلنا الأمن الرمضانية الجزائرية اللي يشوفها هاي السنة صلاحة شفت مسلسل يمّا اللي عمل ضجة على موقع التواصل الاجتماعي فتابعته مسلسل رائع يعني فيه شغل فيه تعب فيه سيناريو والتمثيل رائع طبعا فيه تحسن كبير للدراما الجزائرية فيه تحسن ملحوظ ربما لو نحكيوا على حياتكم الخاصة شوية وش تخدم هنا يا عادل؟ حاليا أنا بشتغل الفوذوغراف ما شاء الله بيعرف صوري كيف صور وبشتغل بالتطريز مهنة الطرز القفطان والكاراكو قفطان وش رايك في القفطان؟ لا حلوة شوشي ما نقصني حلق نحن أنا الموديل بخيطها حلق هاي مشغول أكتر شي بالخياطة مو ما شغول بالتطرز حلق أنا بعرف أخيط بس هاي مشغولة بالخياطة الطرز بيجي مثل موديل على الصدر بياخد الوقت كتير بس تطلع قطعها رائعة طبعا يعني التطريز يكون غير اللي بس تقليدي الجزائري ولا نشوفه يعني لا تطريز جزائري ومغربي جزائري ومغربي جميل ما شاء الله يعني نازك حيدر وإلكار يعني يطبخوا دي شاف انتو مع لا لحظة لا شاف أنا مش شاف شاف معنى كلمة شاف بس أنا بقدم طبخنا فلسطيني أنا بقدم أي إشي أي إشي لفلسطين بعتبر شاف أنا بطبخ كتير مليح فلسطيني فأنا بقدم طراثنا أكلنا أكلنا زمان يمكن أنا في أجيب وقدمه للناس يعني أنا وينما بروح لازم أحكي على أكلنا يعني حتى مع جيراني لازم كلهم يدوقوا أكلنا فلسطيني زي ما حكيت لك بعتبر هاني ظال آخر إشي ونحن نتبروك شاف منذ قليل يعني شوفنا طابلة تح السفرة كي بتقول هي في روبرتاج خاص قناة النهار ما شاء الله يعني تروجي لثقافتك صح جاتني قناة النهار السنة الماضية وعملت لهم فطور فلسطين يعني عاداتنا صهرتنا فلسطين فلما تصلوا علي نازك بدنا تقدمينا يعني طبخكم فلسطين أنا دوري بحكي لهم آه يعني أهلا وسهلا تشرفوني أنا لما بحكي على فلسطين هي بالنسبة لي يوم عيد ما شاء الله عليك الكر أنت تتنيك تعرف الطيب ما شاء الله عليك طيب بارك نازك قتلي هو شاطر بتقطيع اللحم مش بتقطيع اللحم أي شي فيه لحم يعني تحتير اللحم لا أي شي لحم يعني أنت بتطبخه أي واحد يطبخ لحم بس لحم من إيدين الكر غير شو السبب؟ عطينا عطينا الوصف سرنا أنا فاميليا كومبلي ريستورانت يعني يختم أنا من زغر أنت بابا عنده ريستوران يعني متوارثة لهذا الصناعة عندكم من هون من عماتي كلهم علمتمونا حلقتوا عليهم أعلمت عماتك والعائلة تاك أس كنت قدر تعلمنا أحنا وشوية المواطن الجزائري كله سر المهنة أكيد هذا سر هذا زمان صعبة أنا سكاكين طبعي يعني سبيسيال سبيسيال قلق بالساطور نحن يخدم مثلا الساطور يعني هل ذاك أيوة بالماكينة بيونت ما يدرسنا بالساطور يخدم مثلا ينطقي الأفضل والأحسن والأدبو يعني طبعا قلتونا حكيتونا على الأطباق الرئيسية تعكم في فوتور رمضان كما احنا نقولو بالسحور إن شاء الله عنكم أنتو عنكم الكاب تاكلي كوسكوس وزبيب ولبن وخراس اكتاة القصة نحنا لبن 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 زيتون مقدوس بيض مقلي بيض مسلوق نحن نعرف ماذا يريدك تأكل؟ ماذا يريدك؟ بعض المعجنات، بعض المربايات يعني مربى التين، مربى مش مش مربى يعني لازم يكون تقريباً 15 ما تصدكم ش التخمة يعني؟ ما يجي بتخمة لأنتي حت تختاري لأن العين بتاكل نحنا آآ يتأخذي لأمتي منها ربما مدروسة يعني ذلك السفراتاكم طابلتاكم بعدين عادة خلص نشوفوا من في تركيا يتشبهوا الأطباق عندهم إيران ياك ايران ايران أن الشاي في كل مرة يعني في كل مرة تتصال الشاي في الفطور لماذا يعني؟ لازم الشاي الشاي لعنا بالصحور إجباري لازم شاي حتى لو أكلت ملوخية لازم بعض مننا الشاي بيت شايدة لازم شو فايدة الشاي مع الأكل؟ يعني يقولوا أنه يخفف من العطش أو يعدى المزاج يعدى المزاج أو يخسل الأمعاء يعني شوفوا الشاي تاكم يعني مر شو سبا في شوية مرورة في لأنه نحن نكب بعتقد لأنه نعمله مزبوط زي ما بيقولوا أو تقيل شوية تقيل يعني مش خفيف يعني بلغة رمضان في الحياة اليومية على سائر العام ماشي كم إحنا يعني هما فطروا فطروا السابحة السبعة عصبحتاكم سبعة ستة ونص ستة أحياناً اللي عنده شغل ستة بيكون عم بيفطر وفطر فطور دسم يعني مثل سوريا ولبنان يعني نحنا أكتر شيء من نقيش زي ما قلتلك الزعتر والجبنة والحار حتى بيعملوا منقش تلحمة يعني منقش تلحمة لازم هيدة زيت وزعتر والزيتون والجبنة جبنة نوعين ثلاثة أربعة لبنة لبنة هيدا لازم يكون عندها انتم علاباكم أنه في الجزائيلة احنا عدنا سبعة أو ثمانية ساديب وعلى قد نشت نود يعني كبايت قهوة مع حليب قطعت حلو وخلصت لصة ويوم الجمعة تعال على الغدات غداشو وطعام كسكس ونتعي طلصانا ميشباكش ما يسوي شيء بفوت منعون يعني زي الهوى يعني بالنسبة لأن نعم عندنا فطور بس عندكم فطور ظهر هذا فيه بروبلم طبعا بقول صاحبين غدى يعني الغدى اني احنا عنا بيفطر تقعلا قدش تغدى وانتو ما واحدة واحدة ونص اثنين واحدة ونص اثنين هذا عندنا غدى يعني ما فطور فطور صباح عندنا فطور صباح صباح هل دامشتوا مع هاد العقلية الجزائرية؟ نوعا ما نوعا ما بس نحنا بشغلنا طبعا بشغلنا بالفناديق بالمطاعم بالهيدا فمش مثل سيستيم الانسان عايد بالبيت يعني انتو ما يعني انتو ما في انتو ما كطباخين يعني وش تتشاهوا يعني الحاجة اللي تحبوا تاكلوها طيبوها لكن عادل كي يحبي ياكل كاش حاجة يشهاها طبخة سورية ولا كيف شدال؟ أكل سوري؟ ايه كيتشها يعني كاش طبقها كسوري وبسكو هذا طباق حيضا ويلك رح تطباق وعرضنا عرضنا مرمض ايكين ايكين كيف شدال؟ انا عندي ستة الوالدة الله يخلي لي اياها شو ما بدك أكلات سورية على كيف كيفك؟ هايدي احسن جزائرية لا مطبخ جزائرية لا مطبخ جزائرية من عند الجيران يطلب فينا نزل انا بزماناته وبقاب الله يرحمه نزل على سوريا بشان يتعالج كان مريض فماما نزلت معه فسكنت لحالي انا سكنت لحالي سنتان سنتان انا لحالي اطبخ يعني كتير اكلات بطبخ تشوف على الانترنت اذا ما فهمت شيء يعني استسلمت بدي اقول لأمي تعطيني تفاصيل صغيرة بطبخ كتير طبخات لوخية كتير كتير قصص بعرفة طبخة يعني كنفس يعني بتدوب تأكل اصابيع كوراها وش رايك في التقاليد ياونا؟ لا والله التقاليد كتير حلوة وفيها لمة والفة ومحبة كمانا كتير رايعة وكيف يعني حكينا على حب الجزائريين لسوريا؟ والله صراحة عندك الجزائريين نمبر وان بحبوه فلسطين بحيوها جدا عجد الجزائري يعني بفضي فلسطين بدموا انا شفت هالشيء كتير 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 بحبو فلسطين حتى فلسطين كمان بحبوهن حبو فلسطين كتير نمبر وان نمبر تو سوريين لا صراحة انا الشيء اللي شفته اولا كتير بحبو السوريين كتير وكمان شغلة شفتها بالجزائري قلبهم طيب بتشوفهم اوات فورا بعصبه فورا بعصبه بس كتير كتير قلبهم طيب وحنيونين ومعاملتهم مع السوريين والله رايعة كتير يعني بحياتي انا ما حسيت حالي انه انا بغربي بحس حالي ببلدي والله ما تلقيت صعوبات يعني كي جيت جديد هنا لتزاير اول شي تلقيت صعوبة باللهجة شوي بالعقلية كبان كل معاملة اتلقيت اول شي اول فترة تلقيت شوي صعوبة بس بعدين اخذت على الوضع ونظامي وشنو هي اصعب كلمة جاتك صعيبة اصعب كلمة جزائري في كلمة فهمتها غلط اول شي لكن اول شي مثلا كنت انزل على الحارة كنت انزل على الحارة مثلا بدي روح اول مرة نزلت رحت بدي اشتري من عند الحانوت اخذت مصاري خمسين دينار من ابوي انتو هم تقولوا لها خمسة الاف رحت بدي اشتري عند المحل قديت جوفرات قلت له شحال دير هذي قلي ستة الاف طلعت فيه هيك انا شو كان ببخي ستمائة الف نحنا عنا الف دينار هي مائة الف انتو بتزيدوه كل مبلغ صفرين انا اول يوم اللي بالجزائر رحت عن الزلمة اشتري ما بنساها داك اليوم قلت له اديش حقها هاي فهم علي هو قالي ستة الاف طلعت فيه هيك انا قلت الكلمة خمسين دينار حتى الخمسين دينار ما بكفي قالي ستة الاف انا مبالي ستمائة الاف رجعت المساعة عالبات عبابة اهدا الاخوي اخوي كان صال له فترة بجزائر قلت له اشتري بسكويتو قال ستة الاف انا مبالي ستة الاف لانه انتو كل رقم بتزيدو له صفرين بعدين لاحظت افهمت ايش الاف هاي لاجه الجزائرية ستة الاف ستة الاف يعني مكتوب عليها مثلا خمسين دينار نحن عنا بسوريا بنحكي مثلا عشرة دينار الف دينار الف يعني مئة الف فانتو كل رقم بتزيدو له صفرين بلا رقم فهي المشكة اول شهر هذا الموضوع شلاش نياره قال له هاي الحمره الحمره ربما حيدر كش هكدا حكاية تعريفة جوسة هنا في الجزائر في بداياتك والله مش متذكر فيه مرأة كتير علي بس مش مش متذكر شي هلا نهائيا مرأة باشي كتير مرأة باشي كتير فيه كتير حاجة بس يعني مش موجودين هلا حكاية تعريفة مكش متذكر اول لازم فكر شوية دقيقة بس دقيقة دقيقة خلاص سنة وفي دقيقة حيضا عبونا نتبلش ما عشو خبنا لا نوزا مثل ضنياناتو كلمة اخيرة اذا تفكر تقولنا ما تفكرت معلش مشاهدين الكرام احنا نلحقنا للخيتام لكن قبل ما نخدمونا نعطو كلمة اخيرة لضيوفنا الكرام عدل كلمة اخيرة قبل الخيتام وش تقدر تقولنا اول شي بحب تشكرك على الاستضافة الجميلة وتشكر قناة النهار وبدي وجه تحية خاصة لأختي بسوريا والوالدة الكريمة ولكل الجمهور اللي عبي يحضرنا هلا على قناة النهار وهذا ما كان نازك مرحبا بك مرة اخرى في بلاتو قناة النهار شرفتنا بحضورك ليش كان الي شرف انه انا اجيت وشفتكم واول مرة اجي على قناة النهار انا كمان بدي ابعد تحية كبيرة لأهل اللجوات العراضي المحتلة في الضفة والاهل اللي في الأردن انا بحييهم كلهم وبحيي اهلي كمان اللي في حاسي مسعود انا بابا وماما عايشين في حاسي مسعود واخواني وبحكي لكم انه بما انكم فتحتوا المجال انه احنا نحكي على فلسطين فالفالفالف شكر لكم انه انت بذكرتوا البلد المحتل الذكرتوا الفلسطينيين موجودين هون احنا الجالية الفلسطينية كلنا هون انا يعني بعتبر حالي بحكي يعني على لسانهم كلهم مبسوطين هون انه عايشين كثير منيح عايشين زي ما حكى الشعب الجزائري حكيت لكم انت من واين انت من واين بيحكي له اهلا وسهلا هو شعب كثير بيرحب زي ما حكيت انه يمكن انه انهم عصبيين انا جوزي جزائري بيحكوا انهم عصبيين لا هاي هي طيبة الرجل الجزائري يعني انت بتشوفيهاش في الحكي انا اخواتي كمان لانه طيبة الجزائري بتحسيها لما بتعيش معه انه يمكن احنا كلامنا شوي احلى يعني زلمي بيحكي كلام حلو للنسوان بس الجزائريين بتحسي حبهم للمرأة تقديرهم للمرأة اكثر كمان وبكثير يمكن مفيش كلام حلو كثير كل يوم الصبح بس معاملته واهل جوزي انا عشت معهم اهلا انا 14 سنة زواج عشتنا ايام يعني ولا مرة كان بيناتنا مشكلة الحمد لله ولا مرة فالشعب الجزائري طيب كثير قلبه كبير انا بابا لما ايجى من فلسطين بيعرفش يحكي فلسطيني بالمرة وراح على بلاد القبائل وعاش هناك بس كيف حسوا انه حس انه واحد منهم ابنهم كمان اخر ايش بابا صار في عمره 73 سنة عملو له تكريم لانه كان مدرس هناك واحد عامل مدرسة خاصة فعملو له تكريم بعد العمر هذا شو بدنا نحكي اكثر على الشعب الجزائري بيش ولا كلمة بتنقل على شعب الجزائري انه شعب يعني اطيله رغيف بيذكروا طول حياته مفيش اطيب من الشعب الجزائري ومفيش ارقم من الشعب الجزائري انا بحكي لكم رقيكم كثير عالي يمكن طريقة الكلام انه بيحبوا المرح بس الطيب اللي جواتكم يعني ولا مرة رح تشوفيها في اي دولة تانية يعني دموعك وعينيك هم يعطروا اكثر من الكلام لا انا شعب الجزائري انا بحكي لهم انا نصي جزائري ونصي فلسطيني وبفتخر انا بمشي حاملة رايتين وبفتخر فيهم انا من ارقى شعوب العالم انا بنتسب لأرقى شعوب العالم الشعب المناظل والشعب الثوار انا مفيش بعد هيك تقبل الدعوة حيدر 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 انشاء الله مدام نازك اوجزت يعني وكفت ووفت بالكلام عنكن انتو شعب كتير عظيم يعني شعب عظيم حتى انتم الله يبارك فيكم وانا بديولك كل عام بخير وانشاء الله بنعاد عليكم جميع وكل عام بخير واردتي انشاء الله بخير واخواني وانشاء الله اربي يشيل عنها الغمة هايدي وكون فيه ايام افضل انشاء الله انشاء الله شكرا لك حيدر ومرحبا بك كمرة وشكرا لكم ولكناة النهار ولكل القائمة اول حاجة بقولكم يعني كتير 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 تركيا انا كتير مبسوط يعني جيت هوني قام بحار بان تشكري دريم لتركيا بدي سلم انا لامي عناتنا شخصة ويروم عبلا ما قردشي ما يعني اخواتي اكتير بسلم لما دام طبعي لحبايبي كل يتم كل عام بخير يا ربي شكرا تذكرت مازال والله مازال احنا نظارا بيلال لذيق الواقت احنا والله استمتعنا يعني بهذا العدد وبما انه نحن على مقربة اليوم العالمي للتعايش التعايش السلمي 16 مي فانا وبلال يعني خممنا في الجالية الاسلامية لمقيمة هنا وقلنا لازم ندير لهم عدد خاص بهم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتم بهذا العدد كما احنا استمتعنا نلتقي في العدد المقبل بحول الله نقول لكم صح صحوركم وتبقوا على خير سلام خير موسيقى